جدد وزير الخارجية سامح شكري موقف مصر الراسخة والداعية إلى حتمية التعامل بشكل فوري ومسؤول مع الأزمة الإنسانية المتفجرة في قطاع غزة وضرورة تكاتف الجهود الرامية للحيلولة دون امتداد رقعة الصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها وخلال اتصال هاتفي تلقاه مع من نظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي أكد وزير الخارجية ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون أي عوائق لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطع مجددا رفض مصر التام لأي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية نظرا لتداعيتها الإنسانية الخطيرة ومن جانبي أشهد وزير الخارجية البولندي بما تقوم به قاهرة من جهود حثيثة على كافة المستويات ومع مختلف الأطراف الفاعلة لحل حالة الأزمة الراهنة التي يشهدها قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر